ها عدى مشاهدين إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة مفوضية للتحاد الأوروبي أرسولا فاندرلاين بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤول المفوضية الأوروبية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية نلقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة أرسولا فاندرلاين رئيسة مفوضية للتحاد الأوروبي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤول المفوضية الأوروبية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية حيث أكل السيد الرئيس موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الأغافية لأهل القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن ومستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب من جانبها عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد كما شدد السيد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم لسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات